اشتركوا في القناة اخر الاستعدادات لمباراة مازمبي الكنغولي في اياب الدور نصف النهائي لدور ابطال افريقيا المباراة التي تكرر اقامتها باذن الله يوم الجمعة المقبل الساعة 9 مساءنا بتوقيت القاهرة بيصافرها تحكمية لطاقم تحكيم من كينيا بالتأكيد مباراة اليوم او هذه المباراة الهمة لها تتلاقي باذن الله يوم الجمعة فيها تفاصيل كثيرة فيها كواليس مهمة جدا اتكلمنا عن طاقم تحكيم هذه المباراة بالامس في برنامج التريند النهاردة في كلام بخصوص تذاكر المباراة نفذت بالكامل كل التذاكر المخصصة لجماهير النادي الالي حوالي 50 الف تسقرة بعد ما تم طرح التذاكر من خلال موقع تسقرتي وسيستم تسقرتي في 48 ساعة الماضية حالة فاكة وليس كتيرة ولكن قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقة النهاردة بالتأكيد مهم جدا يعني نقول لحضراتكم خبر سعيد لكل الجماهير الاهلوية في كل مكان وتحديدا كمان الجماهير العاشقة والمحبة لكورة السلة كلنا عارفين ان النادي الالي بيشارك في بطولة البال لكورة السلة منافسات بطولة افريقيا وهذه البطولة اللي بتقام حاليا في القاهرة وتحديدا على صالة دكتور حسن مصطفى في مدينة السادس من اكتوبر الالي لعب مباراتين والنهاردة عنده مباراة تلتة مع فريق ابانجي بطل افريقيا الوسطى ونجح قناة النادي الالي في الحصول على كافة الحقوق الخاصة بهذه البطولة فقط وحصريا على شاشة قناة الالي وبإذن الله النهاردة في استوديو تحليل لهذه المباراة وهيكون كل المباراة الخاصة بالنادي الالي في بطولة البال لكورة السلة المنافسات الافريقية والمؤهلة لكأس العالم هتكون مزاعة عبر شاشة قناة الالي تزامنا أيضا مع إزاعة مباراة النادي الالي فريق كورة الطيرا رجال هذه البطولة الافريقية اللي كنا معكم فيها من أول حدث من أول لقاء الافتتاح ثم المباراة الافتتاح وحفل الافتتاح وأيضا كمان كل المباراة الافريقية والنهاردة أيضا في مباراة افريقية لفريق الكورة الطيرا خاصة بعدما تأهل من دور المجموعات إلى دور التمانية كل الأخبار وكل المباراة وكل الأحداث الرياضية التي تتعلق بالنادي الالي سواء في الكورة الطيرا في كورة السلة حتى نتائج فريق كورة اليد النهاردة كان بيلعب ويكسب حتى في بطولة كأس الكوس الإفريقية في الجزائر كل ده بالتأكيد هيكون معكم خلال الأيام القادمة وابتداء من اليوم بس مباشر وحصري على شاشة قناة الأهلي لمباريات بطولة إفريقيا لكرة السلة رجال بطولة البالفور اللي بالتأكيد مؤهلة إلى كأس العالم في الفترة اللي جاية نتمنى التوفيق رب لرجال كرة السلة في النادي الأهلي ده كان خبر مهم جدا أقوله لكل السادة المشاهدين وبالتأكيد السيديو تحليل النهاردة مع الكابتن هيسم السعيد طيب بالتأكيد حالة زي ما قلت لحضركم فيها تفاصيل كتيرة ولكن عشان وقت الحالة نبدأ بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة مرتبط شوية بتفاصيل كتيرة متاحة في السوشيال ميديا وناس كتيرة بتسأل هل من الممكن أن تحدث تغييرات على خريطة بطولات الأندية الإفريقية في الموسم المقبل سؤال طرحناه من خلال برنامج التريندو وبالتأكيد بنتمنى بكل يدخل ويشارك معنا على توقعاتهم لهذا الموضوع ممكن يحصل تغييرات ولا لا هل المكتب التنفيذي اللي امتد الاجتماع بالأمس كان اجتمع الجمعة في المغرب وكان الاجتماع ممتد الجلسة انتهت بالأمس ممكن يكون فيه قرارات متعلقة بهذا الأمر في الفترة اللي جاية الكل يدخل ويشارك معنا اللي بتأكيد عن استعرد ده في الجزء الأخير من برنامج التريند من خلال متابعة لكل ما واحد يشارك معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا لكن سريعا نروح لأهم العنوان البداية في تريند الأهلي الأهلي يستاني في تدريباته غدا استعدادا لمواجهة مازينبي وفي التريند المحلي اتحاد الكرة يحدد موعد تزديد مستحقات فيتوريا وفي التريند العالمي صراع صعودي على التعاقد مع صلاح ملف انتقال محمد صلاح بعد نهاية ارتباطه مع ليفربول لسه بيشغل بال كل الرأي العام العالمي تحديدا فيه الصحافة الخليجية هل ممكن يلعب في الخليج؟ هل ممكن يلعب فيه الولايات المتحدة الأمريكية وتكرار تجربة ليونيل ميسي؟ ده لنشوفه فيه الأيام القادمة ولكن مش دلوقتي لسه قدامنا يعني ياما نهاية الموسم ياما الموسم المقبل طيب نروح لإستعراض مباريات اليوم النهاردة فيه جولة جديدة من مباريات الدوري المصري الجولة التسعتاشر فيه مباراة بدأت حوالي الساعة أربعة والشوط الأول انتهى بتقدم زد على الجونة بتلت أهداف مقابل لشيء الساعة سبعة مباراة جمهرية كبيرة جدا بين الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي على استاد الأسكندرية وفي نفس التوقيت أيضا الداخلية يستضيف مودرن فيوتشا نروح للدوري الإسباني واستكمال مرحلة مباريات اللاليجة بالأمس قد قمت المباريات الكلاسيكو فوز ريال مدد على برشلونة 3-2 والنهاردة الساعة 9 إش بلايه هيستضيف ريال مايرك نروح للدوري الإيطالي الساعة 6.5 روما هيستضيف بلونيا وتسعة الأوروبا ميلا ديربي الميلا إيسي ميلا هيستضيف انتر ميلا بيطلقوا على هذا الديربي ديربي الغضب ديربي الإثارة ديربي ميلانو يعني هنشوف أكيد نتيجة هذا اللقاء وعطاقة شبيه بالنسبة كبيرة من مباراة أمس بين ريال مدريد وبرشلونة باصل ثم نواصل أهلا بحضراتكم من جديد مباراة مازنبي بالتأكيد هتكون الشغل الشاغل لكل جماهيري النادي الأهلي في الأيام القادمة نهاردة الاثنين الفريق لسه راحة سلبية بكرا إن شاء الله أول مران جماعة للعابين وزي ما قلت لكم بالأمس بشرة خير كل اللعيبة اللي كانت مصوبة في الفترات الأخيرة هتبدأ تشوفها في التدريبات الجامعية ابتداء من بقر فكرة بقى المشاركة من عدم المشاركة دي وجهة نظر فنية لمرسي الكولار ولكن الفرقة عشان تكون كامل العدد بإذن الله إن شاء الله من بقر هتلاقي كل اللعيبة بما فيه محمد الشناوي ويمان معشور وإحنا بارح تكلمنا في كل التفاصيل المتعلقة بملف المصابين وشرح لحضراتكم كل واحد جاهز إزاي بيستعد إزاي نتائج الأشعة اللي اتعاملت في الأيام الأخيرة القرارات الخاصة بالبرتكول الطبي لدكتور أحمد جبالة الحمد لله بارح تكلمنا في الملف ده ويمكن عمل رد فعلي إيجابي جدا الناس كانت سعيدة جدا إن فيه أخبار جيدة في ملف المصابين خلال الفترة اللي جاية مباراة مازمبي مباراة لا تحمل القسم على 2 محتاج تكسب بأي نتيجة 1-0-2-1-3-2 تكسب عشان تتأهل ومن يعتقد أن المباراة سهلة فهو واهم المباراة صعبة جدا ومازمبي مش هدي مثال على مباراة بيترو أتلتكو إن قدر ينجح ويكسب بطل أنجولا خارج أرضه 2-1 بعدما تعادل ثلبيا على أرضه في المنباشي لا مازمبي من الفرق اللي بتعرف تلعب كرة كويس جدا خارج ملعبها بتعرف تلعب كرة كويس جدا خارج ملعبها والمباراة لو البعض بيستسهل إن النتيجة إن انتهت بالتعادل السلبي فإحنا في القاهرة بهدف نتأهل أوكي النتيجة ممكن فعلا بهذا الشكل تؤهل الأهل للنهائي ولكن التركيز أنت محتاجه في التسعين ديئة والمسندة الجماهرية أيضا أنت محتاجها في التسعين ديئة محتاجها في التسعين ديئة الحضور الجماهيري إن شاء الله بإذن الله خمسين ألف متفرج والتذاكر نفدد بالكامل الحمد لله اللي أستاذ هيكون كامل العدد استاذ القاهرة الدولة هيكون كامل العدد نقدر نتكلم على أكتر من خمسة وسبعين تمانين في المية من السعر رسمية للإستاذ هتكون ممتلئة بجماهير النادي الأهلي واللون الأحمر هو اللي هيكون بيضغى على شكل مدرجات استاذ القاهرة وبإذن الله إن شاء الله يكون يوم فيه احتفالية جيدة بالتأهل للنهائي التاريخي لأن الأهلي وصل إلى النهائي في دوري أبطال إفريقيا عشرين وعشرين أمام نادي الزمالك كان نهائي القرن وعشرين وواحد وعشرين أمام قايزر تشيفز في المغرب وعشرين واثنين وعشرين النهائي الشهير أمام الوداد اللي فاز بالوداد بقرارات تاريخية للإتحاد الإفريقية كلها قرارات خارج إطار القوانين واللوايح وعشرين وثلاثة وعشرين أيضا نهائي أمام الوداد واستطاع الأهلي يعني تحقيق البطولة وكسر اللوايح التي كثرها الإتحاد الإفريقي في العام الماضي أو قبل الماضي في عشرين واثنين وعشرين فالأهلي لعب أربع نهائيات في الفترة الأخيرة النهائي الخامس اللي قالها لأعتابه ويقدر يحقق رقم قياسي لم ينجح أي نادي في العالم تحقي هذا الرقم إلا ريال مدريد في الستينات ريال مدريد هو النادي الوحيد على مستوى العالم اللي وصل لخمس نهائيات تاريخية في الستينات فالأهلي على مشارف رقم قياسي جديد فأنت تتكلم فيه تركيز استعدادات مباراة صعبة جداً محتاجة مسندجة مهرية كبيرة وتشجيع من نار في استاد القاهرة لأنك على أعتاب نهائي ممكن يكون نهائي تاريخي وتكتب رقم قياسي جديد شوف أنا بكلمكم على مباراة فيها كذا عنصر ممكن يكون محتاجة يعني لو أنت عايز تشحن نفسك معنوياً للمباراة كل دي عناصر أكيد تدخلك أنت على المباراة وأنت فيه أتم الجاهزية وفيه أتم التركيز لخوض هذا اللقاء الصعب اللي بإذن أنا أتمنى الأهلي يكون موفقة فيه طيب المباراة تحكمينا هيدرها الحكم الكيني بيتر ويرو كاماكو وإحنا نبرع الحمد لله كان لدينا انفراد بطاقم تحكيم هذا اللقاء وعلى تقنية الفيديو ماريا ريفت حكم من موريشوس ومعاها إيفار الحكم الجزائري لحلو بن براهن حصلت ردود فعل كبيرة لما قلنا أسماء حكام المباراة ولكن إن شاء الله بإذن الله الأهلي مايركس في موضوع التحكيم يلعب مباراة كبيرة يركس في التسعين دقيقة على إحراز الفوز المكسب هدف مبكر هيفرق كثير جدا 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 وطبعا بقى مش هنتكلم على المنافس الناحية التانية مين يتأهل الترجي ولا سانداونز ده ملف لسه بقى هنسيبه للإسبوع اللي جاي لكن تركزنا كله على مباراة مازينبي يوم الجمعة اللي جاي بمناسبة مباراة مازينبي لفت انتباه حاجة مهمة جدا المباراة لعبة يوم السبت البرامج والمواقع كل بالتأكيد كان عنده متابعة وتركيز على هذا اللقاء ونتيجة هذا اللقاء وتصريحات مارسل كولر عدى السبت وعدى مبارح الحد والنهاردة اللي اتنين التون اللي كان عالي قوي بعد مباراة الزمالك من إشاعات وأخبار مفبركة وسكريبت وتحت كلمة سكريبت تشد ميت خط أو حط ميت خط كل الكلام ده فجأة كده رجع تحط في الدرج من تاني وبقى دلوقتي الكلام على أمور تانية خالص بصوا جماعة يعني من الآخر كده أنا مش عايزة الكلام على مصدقية حد أو على شغل حد وأنا مش من النوع اللي بحب دايماً أقول الناس قالت إيه وإحنا بنقول إيه ونعيد ونزيد مش من أنصار المدرسة دي أنا من أنصار مدرسة الخبر والمعلومة والقضية والموضوعات اللي بيقى فيها ثقافة للجماهير وإفادة للفريق وللجماهير بشكل عام ولكن في مرحلة من المراحل بيلفت انتباهك حاجات بتعمل أزمات وممكن تصدر مشاكل وممكن تكون سبب في مواقف تعمل نتائج سلبية للفريق على المدى البعيد وأنا فكر لما طلعت هنا في برنامج التريند بعد مباراة الزمالك قلت المباراة دي ممكن تكون يعني انطلاقة للفريق عشان يستعيد تركيزه من جديد أو لو كولر شايف إنه هو الأمور ماشى بشكل إيجابي لا كان محتاج نتيجة مباراة ممكن تفوق الفريق لفترة جاية وده وارد في الكرة وبيحصل حتى مع الفرع الكبيرة والحمد لله اللي احنا قلناه شفناه في مباراة مازينبي اللعبة نازلة مركزة عملت مباراة كبيرة وكولر طلع بعد المباراة تكلم على الأخبار المنتشرة بشكل مكسف دون صحة هذه الأخبار أو دون دراية من يتحدث عن هذه الأخبار سواء أخبار ليه علاقة بالإصابات سواء أخبار ليه علاقة بمرس الكولر وعلاقته باللعابين علاقة كولر بالجهاز المعاون علاقة كولر بالجهاز الطبي الراجل بنفسه طلع صوت وصورة رد على كل الإشعاعات دي هل موقع أو برنامج خد التصرحات دي اللي كانت بالمناسبة على شاشة قناة الأهلي في الستوديو التحليلي بعد المباراة استعرض التصرحات وقال إن كولر مستاء مما يثار في الإعلام لا هل الناس اللي قالت أخبار مفبركة وما أكثرها من أخبار مفبركة لما بتطلع من الدرجة كلها مرة واحدة كده نتيجة خسارة فريق ما ممكن البعض برضه لسه ما عندوش خبرة العمل الإعلامي فلما يبقى الأمور عنده فاضية شوية فيطلع لك بعشرين خبر فيه فرقعة اعرف إن مرة واحدة لم تطلع أخبار كتيرة فيها فرقعة إن الأخبار كلها مضروبة يعني إما سكريبت يعني إما أخبار مضروبة يعني إما حد عايز يعمل يبقى ترينت ولكن في النهاية بعد الأهل محقق نتيجة إيجابية اللي عنده معلومة بيكمل فيها واللي عنده قضية بيواصل حديثه فيها واللي عنده خبر بيستعرضه وبيكشف كواليسه وتفاصيله هل ده حصل؟ لا ما حصلش ليه؟ لأن الأهل رجع بنتيجة الكل راضي عنها وإن شاء الله بإذن الله تكمل بيوم الجمعة الأهل يكسب إذن للأسف وأنا بقول للأسف ما يقدم للجماهير الأهلوية بشكل خاص والجماهير المصرية بشكل عام في ملفات تخص النادي الأهلي الغرض منها غرض أنا بحاول قدر يعني الكلمات ولكن غرض مش الهدف منه الفرعالي على ما بس لا ده غرض إنه يعمل بلبلة وأزمة وإثارة مشاكل داخل جدران النادي الأهلي داخل جدران النادي الأهلي حتى لو على حساب مين؟ لو على حساب المهنية ما بقيتش فرق مع ناس كتيرة لو على حساب الجمهور المتلقي اللي بيسمع المعلوم ما بقيتش فرق مع ناس كتير الناس دلوقت كل اللي يهمها تطلع تفرقع أي حاجة وكله ويبقى عايز ماشي في نفس السياق ما حدش حتى بيحاول يعملوا ستوب يا جماعة لا يعني مش ده الإعلام مش دي الصحافة مش ده المفروض نقدمه للناس لا كله فرحان بالزيتة كله زيت في الزيتة وشايف ان في حد طلع ترند فنبقى كلنا زي بعض كلنا بشواه بعض المباريات الإفريقية ونتيجها بتفرق كتير جدا فيما يقدم من مادة إعلامية لجماهير النادي الأهلي أنا حريص جدا أخصص خمس دقايق أو ست دقايق من الكلام ده النهاردة رغم أن أنا ما بحبش دايما أروح للسكة دي دايما برامج الترند من البرامج اللي معروفة للناس نهاية بتقدم معلومة ولكن في الثمانية واربعين ساعة اللي فاتت لما بصيت على البرامج بشكل عام من خلال السوشيال ميديا والمواقع والجرائد وحتى البيتجات الموجودة في السوشيال ميديا لا شتان الفارق بما قدم من معلومات قبل يوم الجمعة أو يعني قبل يوم السبت من بعد مطش الزمالك وما قدم من معلومات خلال الثمانية واربعين ساعة اللي فاتت إفلاس ناس ما عندهاش معلومة ناس ما عندهاش القدرة أنها تستعرض وتقول معلومة للسادة المشاهدين تستفيد بيها عموما الناس أكيد بتتفرج وبتعرف تفلتر بس مهم جدا ما تنساش وقت الفرحة تقدر تعمل فلترة وتقول ده كان بيهدم في النادي ولا كان واقف في الصف النادي وهو لو قال معلومة سليمة أكيد هيبقى عنده كواليس وتفاصيل ويقولها يوم واثنين وثلاثة مش يقولها وقت الأزمة ويحطها في الدرج وقت الفرحة ده مهم جدا طيب بمناسبة الكلام ده برضو عايز أن تقل لملف تاني وهو ملف متعلق بأزمة حسين الشحاية ومحمد الشيبي في لجنة الانضباط آخر المعلومات الواردة من الصحف والمواقع في الساعات الأخيرة أنه فيه جلسة بكرة في اتحاد القرى وحسب معلوماتي أن دي الجلسة التالتة اللي تم استدعاء فيها محمد الشيبي لاعب بيرامدز وفي الجلستين اللي فاتوا كان دايما بيحصل يعني عدم تحديد معاد مناسب نتيجة أن اللعب مرتبط بمبرامع بيرامدز وده أمر غريب ممكن يعني نسأل فيه مقرر لجنة الانضباط لأنه أكيد فيه مقرر للجنة لازم لما بيوجه دعوة للعب لحضور التحية طبقا لرأي المستشارين الأجلاء اللي موجودين فيه لجنة الانضباط أكيد بيبقى عارف على أقل يعني أكيد فيه دوي شغال فلازم يراعي فكرة أنه فيه مباريات رسمية ولكن جلسة واعتذر التانية واعتذر بكرة الجلسة الثالثة فيه كلام بتقل لو الجلسة الثالثة مجاش هيطلع قرار أنا مش هاسبع الأحداث ولكن الناس اللي عملة تتكلم على فكرة أن النادي الآية لازم يروح للاتحاد الدولي فيه خطوات قانونية لازم الناس تعرفها في الملفات اللي زي دي أولا عشان تخرج بملف زي ده خارج حدود القرى المصرية لازم تستوفي كل إجراءات التقاضي بمعنى عندك لجنة مسابقات خدت قرار عندك لجنة انضباط عندك لجنة استيناف اللي هي ما بينقصين بيقوله على لجنة التظلمات بعد ما تستوفي كل هذه الإجراءات تقدر تروح لو القرار ما عجبكش للمحكمة الرياضية للمحكمة الرياضية لو روحت للمحكمة الرياضية أو للاتحاد الدولي من دلوقتي يعيقولك احنا ليس جهة اختصاص ولسه الملف بيناقش داخليا هاتلي قرار انت طاين عليه ونقشه فبالتالي انت لسه ما عندكش قرار لسه ما عندكش قرار وارد في خطوة واحدة بس انك تلجأ خارجيا في حالة واحدة لو الامر تطور لفترة طويلة دون اتخاذ اي إجراء ودون دعوة اللاعب لإجراء اي تحيق ان هناك بتطعن على الإجراء السلبي او بتطعن على القرار السلبي ايه هو القرار السلبي؟ ان الجهة المختصة بتسوف في القضية او بتاخد قمة طويل في القضية او ما فيش اي إجراء تم اتخاذه وبالتالي هنا ده بيسموا الإجراء السلبي او القرار السلبي فانت ممكن تطعن على ده لكن فكرة انك تروح للاتحاد الدولي او المحكمة الراضية ده شأن لسه سابق لقوانه لغاية لما نشوف الملف ده هينوقش فيه ازاي ولكن بفكر الناس تاني هذه القضية شهدت قضية زيها بالزبط في اسبانيا وكان بطل هذه القضية فالفيردي لاعب ريال مدريد وانا فاكر وقتها دفاع ريال مدريد قال وقتها لا يجوز ان يعاقب اللاعب على وقع مرتين وقع داخل الاختصاص الرياضي ووقع خارج الاختصاص الرياضي وانا فاكر وقتها هذه القضية تم حفظها وما تاخدش فيها قرار فانا مش عارب بس اتمنى الموضوع ما يطولش اكتر من كده يتم فيه اتخاذ اجراء وقرار لان الامور واضحة جدا ليحة النظام الاساسي للفيفا واضحة ليحة الاتحاد المصر هي جزء من ليحة الفيفا واضحة جدا والحاجة الثالثة بما ان نادي بيراميدز كان اصدر بيان فيما معناه انه مع اللاعب بس نادي بيراميدز ماضي اقرار ماضي اقرار انه ملتزم بكافة اللوايح وقدم شهادة الرخصة للاتحاد الافريق والاتحاد المصري انه عليه ان يلتزم بلوايح الاتحاد المصري ولوايح الاتحاد الدولي ولائحة الترخيص في الاتحاد الافريقي بتقول من يخالف هذه اللوايح بيتم يعني احالته الى لجنة الانضباط في الاتحاد الافريقي فالملف ده فيه حاجات كثيرة اما لجنة الانضباط في الاتحاد المصري اما الاتحاد الدولي المحكمة الرياضية لجنة الانضباط في الاتحاد الافريقي ملف الترخيص ده ملفه مهم جدا لو اي نادي خلفه في اي اجراء من اجراءاته لان اللاعب ده بيتبع للنادي والنادي سبق انه اصدر بيان وحدد موقفه الرسمي لها إجراءات قانونية في الفترة اللي جاي أنا مش هدخل في صلب الموضوع والأضيح لكلمة فيها كتير قبل كده ولكن الناس بتتكلم كتير فكان مهم جدا نقول للناس واحدة واحدة الملفات اللي زي دي بتاخد وقت والمهم وانت داخل فاضية زي دي تدرسها بشكل قانوني وما تاخدش إجراء استباقي يتم رفضه فبالتالي موقفها القانوني يبقى ضعيف الملفات اللي زي دي عايزة دراسة قانونية شديدة جدا وبدقة كبيرة جدا خلال الفترة اللي جاي بمنازمة كمان الإجراءات التأديبية والملفات اللي بيتموا من أشيتها في الفترة الحالية وهو ملفة لما كنتش حابب أدخل فيه شوية لأن الغالثة ما فيش قرار صدر من الاتحاد الافريقي احنا بالتأكيد بنالتزم إلحيات في هذا الملف لغاية لما الاتحاد الافريقي يقرر أو يتخذ قرار في ملف مباراة اتحاد العاصمة ونهد بركان المغربي ولكن مهم جدا للسادة المشاهدين دورنا نقول المعلومة للناس لأن الملف ده على فكرة في مواقف قانونية ممكن تبقى مفيدة للأندية بشكل عام سواء في مصر أو خارج مصر لأنه وقع ما حصلتش كثير في فترات سابقة بغض النظر عن تفاصيلها برضو أنتوا أكيد تبعتوا وشفتوا اللي اتكتب خلال اليومين اللي فاتوا وأحداث المباراة التي تم إلغاها بالأمس فكرة الأدوات والمعدات اللي بيسافر بها أي فريق إلى أي دولة عشان يلهاب مع فريق هذه الدولة تبقى للوايح الاتحاد الأفريقي في الفصل التاسع أن الاتحاد الوطني المستضيف لهذا اللقاء بيقى مسؤول عن دخول أدوات ومعدات الفريق طالما هذه الأدوات والمعدات هناك موافقة عليها رسمية وما فيش أي مشاكل عليها والاتحاد الأفريقي موافق عليها طبعا هذه المعدات كافية مشكلة وتيشيرت فريق نهضة بركان ما دخلش وعلى هذا الأساس الاتحاد الأفريقي تدخل لجنة المسابقات أصدرت قرار بإلزام الاتحاد الجزائري والاتحاد العاصمة بدخول هذه المعدات وهذه القمصان ثم بعد ذلك رفض الجانب الجزائري فاستقنف على هذا القرار ولجنة الاستلاف خدت قرار بضرورة خروج هذه المعدات لإقامة المباراة وقت المباراة هذه الأدوات ما وصلتش لفريق نهضة بركان طاقم تحكيم المباراة كان عنده تعليمات أنه ما ينزلش يصفر ويبدأ المباراة إلا لما يكون الفريق المغربي مع القمصان بتاعته والاتحاد العاصمة حاول ينزل لملعب المباراة ولكن نزل بدون المرائب وبدون حكم المباراة دلوقتي هذه القضايا فا شقية شق إن الاتحاد الجزائري بيطعن حالياً في المحكمة الرياضية على قرار لجنة الاستناف في الاتحاد الإفريقي للاتحاد الجزائري بيقولك أنت ما تقدرش تلزمني على أن أقول السلطات الجزائرية تفرج عن هذه القمصان ده أمر ما قدرش أكبر فيه السلطات الجزائرية وبالتالي الاتحاد الجزائري بيطعن على قرار لجنة الاستناف في المحكمة الرياضية لغاية لما يشوف قرار المحكمة الرياضية الكاس في هذا القرار ده شق فيه شق تاري لسه ما اتخذش فيه قرار وبناء على هذا القرار هنشوف تبعاته إيه هو إن الملف وبروميتو تم إحالته للجهات المختصة في الاتحاد الإفريقي لجنة المسابقات ولجنة الاندباط لجنة المسابقات هتنظر فيه موقف المباراة هل هتععد في ملعب محيد هل سيتم اعتبار فريق من الاتنين خاسر تبقى للليحة حسب الأوراق المقدمة من المنصق الأمني ومراقب المباراة وكمان طاقم التحكيم لأن حسب معلوماتي إن فيه تقرير سبيشيال تقرير خاص اتعامل من طاقم الحكام بعيدا عن التقرير اللي بيتم إرساله على السيستم اللي هو سيم اس أي حكم بيدير أي مباراة في البطولات الإفريقية بيرسل تقريره الطبيعي على السيم اس بيقول فيها ظروف المباراة إجراءات المباراة لعبت أو لم تلعب بيكتب فيها التقرير بتاعه وفيه تقرير خاص في أحداث زي دي بتطلب منه بيبعتها بإيميل على الاتحاد الإفريقي كل التقرير دي هتدرس ويتم اتخاذ القرار على أساس هذا القرار لو ما عجبش نادي من اللاديين هيطعن عليه في لجنة الاستناف في الاتحاد الإفريقي ما عجبوش هيروح للمحكمة الرياضية فأنت عندك شقين شق قرار المباراة يخص الناديين وشق الاتحاد الجزائري بيطل على لجنة الاستناف في موضوع استلام القمصال لفري نهضة بيركان طب القرارات دي بالقضية دي كلها ومباراة الإياب يوم الحد اللي جاي يعني احنا بنتكلم فأقل من ستة إيام ازاي هتتحل ولو القرارات دي لسه ما طلعتش ومباراة الإياب الحد الجاي هتتلعب ولا مش هتتلعب طب مدى تأثير هذه المباراة وهذه القرارات على نتيجة نهائي كونفدرالية المتآهل هيواجه الزمالك او دريمزي الغاني المباراة لا هتتأثير بالتعادل السلبي في استاد القاهرة نتيجة سلبية بالتأكيد لفري الزمالك ولكن هذا القرار مدى تأثيره على حظوظ اقامة مباراة النهائي هل البطولة معرضة لخطأ قانوني ممكن يؤثر فيه من هو بطل هذه المسابقة ملف شائك وصعب جدا وإحنا هنا بالتأكيد ما نتضارش ندي قرار إلا لما يكون عندنا معلومة مؤكدة ومحدش في الكافة عنده معلومة مؤكدة هل المسابقات هتاخد قرار ضد اتحاد العاصمة هل يتم اعتبار نهضة بركان منسحب كل الإجارات المباراة تقول ان محدش منسحب المباراة تم يلغاها هل يتم التواصل مع الناديين باجتماع عبر الفوتي كونفرنس ان المباراة تتلعب في ملعب محايد ولكن معلوماتي المشكلة مش في الملعب المشكلة في القميص اللي هيرتدي نهضة بركان اتحاد العاصمة مش عايز يلعب قصاده بهذا الشكل اعتبارات أخرى يعني مش عايزين نتطلق لها الموضوع بالتأكيد احنا دولتين عربيتين بتهمنا المغرب والجزائر فأكيد مش هندخل في التفاصيل دي ولكن بننتظر القرار الرياضي الميزة اللي خلتنا اتكلم في القضية دي ان فيها تفاصيل قانونية ممكن تبقى مفيدة جدا للأندية المصرية وممكن تبقى مفيدة جدا للإعلام الرياضي في مصر وأكيد دورنا اللي احنا نقول للناس ماذا يحدث في مثل هذه المواقع عشان ننتظر القرار النهائي لأنه أكيد وارد في أي فترة من الفترات تتكرر مثل هذه المشاهد فنبقى عارفين الكاف بيدرس ازاي القرارات بتتخذ ازاي المواقف القانونية في مثل هذه الملفات بيحصل فيها ايه وانتو عارفين كل سنة كده الاتحاد الإفريقي بيفجينا بقضية جديدة مرة الأهل والوداد مرة الترجي والوداد مرة نهضة بركانه والتحاد العاصمة يعني الحمد لله يعني الاتحاد الإفريقي ومسابقاته دايما فيها ايه يعني حاجات مصيرة للاهتمام بعيدة تماما عن المستويات الفنية اللي احنا بنشوفها لأنه بالتأكيد ماتش الأهل ومزنب يعني اللي تلعب من يومين تصوير سيء التلفزيون الكنغولي اللي هو اللي صور المباراة مشكلة في الجمارج العربية الأوبيفان ما دخلتش الفار كان فيه مشكلة ما صورش ما اشتغلش يعني قصص كبيرة جدا لو بصنا عليها بالمقنة بالمباراة الأوروبية لا فرق شاسع بلا احتفاج على ريال مديد وبرشلونة فيه مشكلة أف الفار الكرة عدت الخط ما عدتش ولكن في النهاية فيه تصوير فيه كرة ما فيش احتجاج الفرقتين رضيين حتى بالشكل العام فطبعا فرق كبير جدا بما يقدم فيه الكرة الأفريقية والكرة الأوروبية عموما دي كانت أبرز التفاصيل والمعلومات عن مباراة مازينبي بقرأ أول تدريب للفريق نتمنى يا ربي التوفير للأهلي في التدريبات اللي جاية 3-4-5 والدخول في معسكر والمباراة يوم الجمعة في نفس توقيت مباراة الترجي وسانداونز في بيريتوريا اللي هتتلعب أيضا يوم الجمعة الساعة 8 ثم نوصل مع بعض كده السوشيال ميديا النهاردة كتبت كلام كتير جدا وأخبار منتشرة بخصوص الإصابات موقف الفريق من مباراة مازينبي مارس الكولر هيعتمد على مين الحضور الجماهيري موقف الفريق من مباراة النهائي لو تأهل مين أقرب الفرق اللي ممكن تواجه الأهلي كل بيتناقش على مباراة الأهلي ومباراة سانداونز والترجي التونسي نطلع نتابع كل هذه التفاصيل من خلال آخر أخبار الترند أهلا بحضركم من جديد وآخر أخبار الترند ونسترد مع بعض الكتب في ترند الأهلي من خلال السوشيال ميديا البداية من حساب بطولات وفي تصريح لبدرة فاتي حارس سمرمة فريق مازينبي واللي تكلم فيه عن مدى قدرة مازينبي في الفوز على الأهلي بالقاهرة وقال سنفوز على المارض الأحمر في مصر طبعا يعني أنت بتتكلم على حارس مرمة فريق مازينبي بيتكلم على هذه المباراة وأكيد الفريق جاي بمعنويات مش هيخسر حاجة فريق خسران كل شيء متعادل سلبيا ييجي القاهرة محتاج يتعادل إيجابي أو يكسب عشان يتأهل فالموقف ده بيبقى صعب جدا عشان كده التركيز مهم جدا في هذا الموضوع على فكرة بدرة فاتي حارس مازينبي كمان اتكلم على بيرس تاو وقال إن بيرس تاو هو أكتر لعبي ألاه لخطورة جناح خطير جدا ولعب مميز جدا لما تسأل كمان على مصطفى شبير حارس مرمة الأهلي قال أداءه كان رائع وكان يقز ليه التصدي لكل هجمات لعبي مازينبي في هذا اللقاء عموما موقع بطولات وخي التصريح لحارس مازينبي ولكن عموما هنشوف النتيجة في المباراة الجمعة اللي جاية نتمنى تكون إيجابية ملعب القاهرة 24 بيقوله بقرار من كولر سلاسي الأهلي خارج مباراة الإياب أمام مازينبي التفاصيل بتخص هنا الكلام على ياسر إبراهيم أليو ديانج إمام عشور هم بيستعدوا للمشاركة في التدريبات الجامعية زي ما قلنا بارح ولكن موقفهم من المشاركة نتيجة أن هم كانوا بعيدين تماما عن التدريبات الجامعية لفترة بتتراوح من شهرين إلى شهر إلى شهر ونص في النهاية القرار هيكل مرسل كولر القاهرة 24 بيقوله أن التلاتة هيرجعوا للتدريبات ولكن لن يخدوا المباراة بشكل رسمي نتيجة عدم الجاهزية البدنية طيب نروح لحساب كورا بلس وبتكلموا عن إمام عشور الكشف عن موعد عودة إمام عشور والشناوي للمشاركة مع الأهل طيب فاصيل الخبر بتقول أن مصدر في الأهل كشف عن موعد عودة إمام عشور والشناوي السناء اكتاز البرنامج العلاجي من المقرر تواجدهما في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء ولكن عشان يخشوا في المباراة الرسمية مش قبل اسبوعين نفس الكلام ونفس التفاصيل لأنها مبارح ولكن ما بين قصين لما تتكلم على إمام عشور وعلى محمد الشناوي لازم تقول بروتوكول طبي هناك بروتوكول طبي حددوا الجهاز بقيادة الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله إن الشناوي بعد الأشعة اللي أجراها وبعد التواصل حتى مع الطبيب الأمان وده قلنام بارح مش هيكون جاهز للمباريات دلوقتي إلا لما يلعب على قلب في التدريبات الجماعية ويأخذ تدريبات جماعية مش يقلب من اسبوعين ثلاثة نفس الأمر على إمام عشور عشان كده مباراة مازينبي حتى لو هم جاهزين إن يلعبوا الجهاز الطبي مصر إن فيه بروتوكول إن اللي اتنين مش راجعين من إصابة عضلية اللي اتنين راجعين من عمليات جراحية نتمنى لقوم السلامة بالتأكيد ولكن ما ينفعش تستعجل ويحصل مضاعفات فيه ما بعد إن الرؤية الطبية في الملفات اللي زي دي مهمة جدا وأكيد فيه تواصل حتى مع الطبيب الألماني والطبيب اللي أجرى الجراحة لإمام عشور في القاهرة طيب اليوم السابع بيقولوا للأهل يفحص أكرم توفيق وكوكا لتحديد مصيرهم من مباراة مازينبي واضح إن المواقع كلها تتكلم لسه برضو على الجانب الطب اللي احنا تكلمنا فيه مبارح أكرم توفيق جماعة مش مصاب أكرم توفيق كان عنده جرح قطعي أسفل الحاجم ده مش هيعوقه عن التدريبات والمباراة يوم الجمعة اللي جاي كوكا عنده كدمة أسفل الرجبة من أجزم أن كوكا لن يكون جاهز لمباراة العودة لا كلامه غير صحيح لسه فيه أشعة هيجريها كوكا يوم الثلاث وعلى أثارها نعرف نتيجة الأشعة يقدر يكون التدريبات الجمعية ولا الجهاز الطب يتحفظ شوية على نزوله للتدريبات عموما واضح أن السوشيال ميديا والمواقع كلها مهتمة بموقف المصابية طيب موقع في الجول النهاردة بعدما تحدثنا بالأمس على أن خلاص الحكم الكيني بيتر كاماكو هو اللي يدير مباراة الأهل ومازنبي في القاهرة يوم الجمعة اتكلموا على تاريخ بيتر كاماكو مع الأهل قالوا أنه فقل حسن للأهل قبل مواجهة مازنبي سبقوا عن أدار بيتر أويرو كاماكو ثلاث مباريات للأحمر الأهل فاس في مطشين وتعادل في مرة آخر مباراة أدارها بيتر للأهل كانت المباراة الأخيرة في دور المجموعات مع شباب مولزداد واللي تلعبت في برج العرب واللي انتهت بالتعادل السلبي كانت فيه مباراة مع الترجي يعني كان ذهاب نصف نهائي دور الأبطال للأهل كسب في الترجي 3-0 وأيضا دور المجموعات مع القطن الكاميروني وللأهل كسب في القطن في جروة 4-0 نتائج إيجابية لبيتر مع النادي الأهل طيب ده حاجة كويسة طيب نروح كمان للوطن الرياضي فتحنا ملف الصفقات الجديدة من بدري بالأسماء تسع لعبين على رادار الأهل في المريكاتو الصيفي 20-24 تعالوا بعد كده نشوف الأسماء اللي مطروحة قالوا مثلا إن الجزائري زين الدين بالعيد والأيضا إياد العسقلاني مدافع الإسماعيلي السابق وسنائي زد مصطفى العيش ومحمد إسماعيل دوروا باعي في خط الدفاع بيتم المفضلة لضم أحدهم خلال الفترة اللي جاي طيب في كلام كمان على جوزيف جونسان لعب مودرن فيوتشر لعب خط الوسط مش عارف الله أعلم محمد شكري خلاص موقف تحدد الأهل أعلم أصلا محمد شكري والقندوسي هيعود للأهل بالتأكيد مع نهاية المسلم شكري تعرض لإصابة بالروباط الصليبي ألف مليون سلام عليه ولكن الأهل محدد موقفه من موضوع شكري والقندوسي طيب فيه كمان مصدر بيقول إن فيه تلات لعيبة في مركز رأس الحربة بيتم التفاوض عليهم أحمد شريف لعب فاركو أحمد عاطف لعب مودرن فيوتشر وإسامة فيصل أسامة فيصل لعب البنك الآهل الغريب إن محدش كتب اسم محمد شريف هل اسم محمد شريف من الأسامة المطروحة مع التلاتة ولا لا نخلص بس مشوار أفريقيا ووعد مني هطرح ملف الصفقات تبقا تبقا لملف القيمة اللي هتحدد شكل الفريف في المسلم الجديد مع ملف القيمة للآهل بيحضرها عشان كأس العالم للأندية عشرين خمسة وعشرين الآهل مش بيشتغل على المسلم اللي جايه بس اللي بيشتغل على قيمة كأس عالم عشرين خمسة وعشرين لأنه فيه مفاجآت مفاجآت في الموعيد المتعلقة بإرسال أسماء اللاعبين اللي هيشاركوا مبدئيا في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية والقيمة النهائية واحدة وحدة مع الصفقات وموعيد إرسال القيمة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي هيكون كل التفاصيل من خلال برنامج التريند اللي الناس عمارة تقول أسماء ولكن لسه أدري على الملفات دي أكيد عن نعيشها هنا في وقتها طيب نروح كمان لملف كرة الطيرة والبطولة الإفريقية اللي بيصدفها الأهل في صالة الأمير عبدالله الفصل حسب الجول يتكلم على أن خطواتين قبل التأهل إلى كأس العالم الأندية الأهل النهاردة يلعب مع النصر الليب الساعة 8 في نصف نهاية بطولة إفريقيا المقامة على صالة الأمير عبدالله الفصل في مقر النادي في الجزيرة حامل لقب إفريقيا بيتأهل إلى منديال الأندية اللي هيتلعب في الهند بعد غياب 8 سنين نتمنى التوفيق يا رب لفريق كرة الطيرة قلت لحضراتكم لو تبص كده على الطيرة بتلعب كأس إفريقيا في القاهرة لو تبص على السلة بتلعب بطولة إفريقيا البولا فور في القاهرة وبطولة مؤهلة لكأس العام الأندية تروح على كرة اليد كسب سوبر إفريق وبيلعب حالياً في وهران كأس الكؤوس الإفريقية تبص على فريق الكرة الحمد لله والفضل لا بيلعب منافسات دوري أبطال إفريقيا ووصل للسيمي فاينال وعلى أعتاب تأهل تاريخي للعام الخامس على التوالي طيب نروح للترند المحلي وملعب القاهرة 24 طرح سؤال مهم جداً هل يرحل بريرا عن رئاسة لجنة الحكام مصدر بالتحاد الكرة يجيب طب تعالوا نشوف المصدر بيقول إيه المصدر قال إن بريرا حالياً بيقوم بدوره خلال الفترة الحالية بشكل رائع ولا يوجد معه أي أزمات ومستمر بشكل طبيعي مضيفاً أن أي شخص طبيعي بيعمل في عمل عام بيكون عليه اختلاف ولكن بعد نهاية الموسم سيعقد اتحاد الكرة اجتماعاً من أجل تقييم موسم بريرا ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي حديث حول هذا الأمر وأنا بأكد لكم لا الاتحاد مكمل ولا بريرا حد يقدر يقول دلوقتي هو مكمل ولا مش مكمل بس الاتحاد مش مكمل في انتخابات بعت الألعاب الأولمبية في باريس هنعرف وقتها بقى في الانتخابات مين اللي نازل الحظوظ لمين طبعاً دلوقتي في مرحلة تكسير عظام في ناس بتفكر تنزل من خارج الاتحاد في ناس موجودة في الربطة بتفكر تنزل وطبعاً سايبين بقى النتائج الدوري في مشاكل والمنتخبات كلها بتفشل منتخب الصلاة خسر من ليبيا وما لم يتأهل لكاس العالم والشاطئية بيزة والكرة النسائية فيها مشاكل والدورات بيزة والمنتخب الأول خرج من أمم أفريقيا الحمد لله الكل بيجر على الكراسي والمنتج في النهاية المحصلة زيرو فعنشوف اللي هيحصل في الفترة اللي جايها حساب كورابلس مصدر باتحاد الكرة يوضح لكورابلس موقف مستحقات فيتوريا وموعد سداد الدفعة الأولى ملف رخم وملف ده متقيل وعيب بصراحة نفضل نتكلم وإحنا في عشرين أربعة عشر لمستحقات مدرب ليه شرط جزائي ولا ملوش شرط جزائي أعتقد يعني ملفات اللي زي دي المفروض يعني الكرة المصرية واتحاد الكرة يكون أكبر من كده ويكون عنده قرار واضح وصريح فيه مستحقات سددها مفيش مستحقات قوله يلجأ للطرق القانونية طالما تواصق من موقف القانوني ولكن بعد الإنذار اللي أرسله فيتوريا مصدر يطلع إن إحنا هنسدد المستحقات وإن ما فيش أي مشكلة في المستحقات والكلام على فكرة إن موضوع المستحقات دي يعني هنسددها على إقصاد معينة ده أعتقد يعني كلام صعب جدا طيب نشوف بعد كده كمان في التريند المحلي المصر الرياضي إبراهيم نوردين لسه بيحلل ولسه بيكلم بعد المورامة خلصت بقالها أكتر يعني من حوالي أسبوع عشر تيام ربما أنهي مسيرتي قبل نهاية الموسم الحالي ولم يتم إجبالي على الاعتزال من وقتنا أهم وأغلب صراحة يعني من التفاصيل اللي زي ديها كابتن إبراهيم بأمانة ملعب القاهرة 24 منتخب مصر يتلقى خبرا سعيدا قبل موجهتي بوركينافاسو وغينيا بيساو مصر هتلعب مع بوركينافاسو يوم خمسة يونيو في القاهرة وهتلعب مع غينيا بيساو بعدها بخمس أيام ولكن لم يتحدد الملعب خلال أيام قليلة الاتحاد الأفريقية هيحدد قيمة الملعب للجولة الثالثة والربعة في تصفات أفريقيا للمؤهلة لكأس العالم أول ما تعالى الرسميا هقول لكم مصر هتلعب مع غينيا بيساو فين؟ البعض يقول لي غينيا بتلعب في المغرب وارد تلعب في مكان تاني ولكن هنستنى القرار الرسمي والملعب الرسمية نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة خريطة الأندال الأفريقية والمسابقات ممكن يحصل في تغيرات رأيكم إيه؟ مع الغاء الكونفيدرالية ولا الكونفيدرالية تستمر؟ نلعب السوبر ليج بزيادة الأندال 16-24 ولا تفضل زماياة 8 ولا ما تتلعبش أصلا؟ شعيب بيقول السلام عليكم تحياتي لحضرتك يا أستاذ محمد شكرا لك يا أستاذ شعيب بيقول بالنزمة للاتحاد الأفريقي محدش يتوقعه معاك والله فعلا ولكن أنا أتمنى أن الكونفيدرالية تتلغي والدور الإفريقي يتطور والمنظومة بأكمالها تتطور أهمها الحكام ويتم الاهتمام بالملاعب والتصوير السيء وإن شاء الله الأهل يحصل على البطولة اللي تنشر يا رب بإذن الله تكون داستة من دور الأبطال محمد خريفة بيقول أتوقع طبعا من خلال الاتحاد الإفريقي كاف توجد قرارات مفاجأة بشأن بطولات الأندال الإفريقية وحضرتك دايما مطلع عليها وبتنقلها لنا بكل أمانة شكرا لك يا أستاذ محمد وأي أن كان اللي يحصل إن شاء الله الأهل هيفضل معلم اللعبة في القرى الإفريقية إحنا العطولة يا أبو حميد آخر تعليم معي سريع سامح بيقول بعد المستوى لهزيل لو بطولة الكونفيدرالية بنظامها الجديد أتوقع التغيير الغاها أو دمجها مع الدور الإفريقي في بطولة واحدة بجانب البطولة الأعظم دور الأبطال يعني عشان وقتنا هكتفي بهذا القدر من الأراء والمشاركات على سؤال حلقة النهاردة عموما يا جماعة بعد اللي بيحصل في الكونفيدرالية وبعد اللي حصل في تصوير مباراة الأهل ومازنبي مصابقات الأندال إفريقية محتاجة تطوير ده أكيد ولكن هنشوف اللي هيحصل فيه الفترة اللي جاي في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء